سلام عليكم ازايكم يا بنات عاملين ايه يا رب كلكو تكونوا بالف خير. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم المشتريات بتاعتي من السوق ومن البقالة. وعايز اقول لكم كمان ان الاسعار بقيت رخيصة الحمد لله رخصت شوية عن الاول. كانت الحاجة كانت الاول صار الخضار كان غالي جدا. فالحمد لله الحاجة رخصت عن الاول كتير. اه تعالوا ما اقول لكم على الحاجة اللي انا اه جبتها. هنا البطاطس الجديدة طبعا هي نزلة هزا ما انتم شايفين دي البطاطس اللي هي بتاعت التحمير. اه اه دلوقتي الكيلو منها بقى بخمسة جنيه. فده اتنين كيلو تقدري بقى دلوقتي ان كنت تجيبي منها وتخزيني. اه لانها رخصت دلوقتي الاول كانت كيلو الاول كان الكلو كان وصل لتناشر جنيه والبعتاشر جنيه كمان. فالحمد لله دلوقتي بقى الكيلو لخمسة جنيه. هنا دول اتنين كيلو ونص. وهنا كمان الطماطم. الطماطم زي ما انتم شايفين ما شاء الله بقت حلوة ها. آآ كلها يعني برضو الطماطم كان كيلو نوصل لاتناشر جنيه. آآ والحمد لله بقت كويسة وكلها حمرة هاي. التلاتة كيلو دلوقتي بقى بعشرة جنيه. يعني انا جايبة آآ تلاتة كيلو تلاتة كيلو بعشرة جنيه. ومشاء الله الرخيصة دلوقتي برضو تلحق دلوقتي انك انتي آآ تجيبي منها وتخزيني وتعملي الصلصة بتاعتك وتعملي كل حاجة كنت انا عملت معاكم قبل كده. آآ الفيديو بتاع آآ الصلصة اللي هي البرتمانات اللي احنا بنجيبها من برة. آآ ان شاء الله هبقى سيبها لكم برضو في آآ اخر الفيديو او في صندوق الوصف. آآ كمان هنا آآ البتنجان. آآ كمان هنا البتنجان ما شاء الله حلو هزا ما انتم شايفين بس البتنجان هو اللي كان الكيلو نص بعشرة. آآ فانا جبت كيلو منه. وكمان الفلفل او الفلفلة كانت الكيلو منها كان آآ بخمسة جنيه. فانا جبت برضو منها آآ كيلو من كيلو من الفلفلة وكيلو من البتنجان. وكمان الخيار مش عارسة هو فين. هو الراجل يعني حطيلي الحاجة كلها في شنطة واحدة. آآ وكمان الخيار كان الكيلو منه كان آآ بسبعة جنيه. الخيار هو الغالي لسه شوية. الكيلو كان بسبعة جنيه. هنا كمان آآ دي آآ كوزة. آآ كمان الكوزة كانت آآ عاملة آآ الكيلو كان آآ بخمسة جنيه. فجبنا منها اتنين كيلو. آآ برضو على فكرة انا بخزن الكوزة وما بيجرمهاش اي حاجة وهوريكو انا بخزنها ازاي. آآ هنا كمان آآ دوت آآ جزر وكان آآ الجزر كان عامل آآ كيلو الجزر آآ كان بتلاتة جنيه ونص. آآ جبنا بعشرة جنيه يعني تقريبا بانتو تلاتة كيلو. كمان هنا آآ جبنا بسلة آآ بسلة اللي هي المسكرة دي آآ حلوة قوي. يعني عايزة اقول لكم الايام دي آآ ايام اللي بسلة وبتتفرز وبتبقى جميلة جدا جدا يعني. آآ فكان الكيلو الربع منها كان بعشرة جنيه. آآ احنا جبنا كيلو ونص منها. آآ كمان هنا عندي الكابيتشو. آآ برضو علشان الصلاطة والكلام ده آآ حلوة قوي قوي يعني. ده كانت عاملة آآ ستة جنيه. آآ هنا اللمون برضو دوت اللمون ده احنا برضو بفرزينه برضو. وهوريكو انا بفرزينه ازاي. آآ دوت كان الكيلو منه كان بعشرة جنيه. انا جبت نص كيلو عشان آآ التفريز بس. احنا جبت السوفان ده برضو اليوسفي. آآ وده كان عامل آآ الكيلو كان عامل خمسة جنيه. كمان هنا آآ جبت اللي هو القلقاس دوه زي متو شايفين كده. آآ القلقاس كان عامل آآ الكيلو كان عامل آآ تمانية جنيه. احنا آآ القلقاس لما تيجي تجيبيه. آآ جيب القلقاس ما تجيبيش قلقاس تان يعني. نجيبيش واحدة صغيرة واحدة كبيرة. لان هتيجي في في السواء. مش هممكن تلاقي واحدة استوت واحدة لسه ما استوتش. فيستحسن احسن ما تيجي تجيبيه القلقاس هتيه قلقاسها كبيرة. آآ طبع حجمها بقى. فانا جبت القلقاسة دي كانت عاملها اتنين كيلو ونص وكانت كيلو آآ بتمانية جنيه تقريبا كتعمل حاجة وعشرين جنيه كيلو فيها كان بتمانية جنيه. آآ هنا بقى جينا بقى للكرومبايا دي بقى كرومبايا كبيرة ما عرفش كرومبايا عائلية. آآ فالكرومبايا هي اللي كانت عاملة خمستاشر جنيه الاول ما نزل خمسة عشرين جنيه وعشرين جنيه. انما دلوقت الحمد لله رخصت شوية عن الاول. فدي زي ما بقول لكم كرومبايا كبيرة زي ما انتم شايفين اهاء. آآ ما شاء الله عليها يعني وكانت عاملة خمستاشر جنيه. يعني ما هاش غالية خالص على على حجمها كده. ما عرفش هي بينة ولا لأ. آآ بس ما شاء الله على حجمها وعملة آآ خمستاشر جنيه. ده بالنسبة للكرومب. آآ هنا كمان الارنبيت او الكرنبيت اهو. آآ الواحدة برضو كانت عاملة آآ خمسة جنيه. يعني انا جايبها الارنباطايا دي كلها بخمسة جنيه. ما شاء الله حلوة كلها. آآ كلها فيها يعني. كان الاول برضو اول آآ ما نزل كان آآ كان غالي جدا. فالحمد الله رخص عن الاول هو بقى بخمسة جنيه. وطبعا هنا بقى آآ الخضرة طبعا سعر الخضرة معروف بها بتختلف من مناطق لمناطق. آآ سعر الخضرة كان الواحدة كانت بنص جنيه. ما شاء الله طازة ها وفرش وشكلها حلو بجد يعني. فكانت الواحدة بنص جنيه فاحنا جبنا منها بتلاتة جنيه. عشان برضو المحشي وانا عندي خضرة تانية كمان هزود عليها ان شاء الله. هنا بقى آآ مشتريات بسيطة كده من سوبر ماركب كانت نقصاني برضو في البيت. آآ دي علبة جبنة اللي هي دونتي دي. دي نص كيلو. خمسمائة جرام. آآ دي بقى سعر الجبنة. علبة الجبنة كانت عاملة خمستاشر جنيه. آآ او تقريبا باربعتاشر جنيه. مش فاكرة والله لاني كنت جايبة شوية حاجات كمان لولادي كانوا جايبين حابة حاجات معاهم. فمش فاكرة هو حسب لي الحزبة كلها على بعضها. وكان هنا كان ناقص لي كان ناقصني بيت برضو. آآ البيت دوى تقريبا بتناشر جنيه حاجة زي كده هو البيت هو الغالي. آآ فانا كان ناقصني حاجات بسيطة من البيت. فجبت آآ تقريبا باتناشر جنيه هو جاب لي تمن آآ بيضات بين او عشر بيضات. ده انا كان عندي بيت تاني فحبيت ان انا زود عليه يعني عشان آآ ما يخلصت عندي. وكمان هنا آآ الرز اتلاقيت بقى في المحل عنده. ما شاء الله الرز نضيف. وشوف الرزاية عاملة ازاي. آآ آآ كان الرز كان عنده سعره كان تمانية جنيه ونص. آآ فانا آآ استغلت الفرصة ان هو تمانية جنيه ونص ده اللي هو الرز السايب. وما شاء الله لقيت الرزاية نضيفة ورزاية حلوة. آآ قمت جايبة منه. بس يا بناتو دي كانت آآ مشترياتي. اتماني يكون آآ الفيديو عجبكو. وما تنسيش لو انت اول مرة تشوف القناة عندي تعملي اشتراك في القناة. آآ واتفعال الجرس عشان يوصل لكل جديد انا بنزله. آآ واشوفكم على خير ان شاء الله.